نظام متحف القوات الجوية احتفالية لذوي الهمم يأتي هذا في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم وبحضور عدد من الوزراء وشخصيات العامة تحت شعار مفيش مستحيل هي لحظات تعجز الكلمات عن وصفها فهذه الأياد التي تعزف المقطوعات الموسيقية لفتيات من أصحاب الهمم فقدن أبصارهن لكنهم لم يفقدن قدرتهن على رسم البهجة على وجوه الحاضرين لهذه الاحتفالية التي نظمها متحف القوات الجوية للاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة تحت شعار مفيش مستحيل الذي ترجمه المشاركون من أصحاب الهمم في العروض الفنية المختلفة التي أخرجت هذه المواهب للنور والاحتفال ده كان مخصوص تكريما لأصحاب الهمم أن ندخل في حرم الطائرات ليعلموا أن القوات المسلحة المصرية لهم البيت والدرع والسيف وليشعروا بأنهم في قلب الوطن يمتلكون قواته وحمايته وليعلموا أيضا أن قواتهم الجوية ترحب بهم في أي وقت إحنا شايفين أنشطة حقيقة بيشارك فيها أشخاص كانوا محرومين من الحق في المشاركة ومن الحق في الاندماج في المجتمع فإحنا النهاردة العنوان الكبير اللي إحنا بنحطه هو الحق في أن أكون مواطن زي زي أي مواطن آخر أشارك في المجتمع معرض الطائرات الحربية بالمتحف كان حاضنا وكاشفا لعدد كبير من النماذج الإبداعية المختلفة من ذوي الهمم من خلال هذا المعرض الذي قدم منتجات يدوية صنعت بأيديهم بالإضافة لعرض مواهبهم المختلفة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بدعم أصحاب الهمم وسط فرحة كبيرة لأهاليهم الذين تواجدوا في الاحتفالية الفكرة السنة دي إنه يبقى الولاد قاعدين في النص وحواليهم الطيران حواليهم كل التاريخ حواليهم كل الحب فإنت شايف الولاد شكلهم إيه يعني حاجة يتفرح عندنا عنشطة كتير هنا ككل الجماعيات الأهلية اللي بيقدموا ورش فنية سواء في الرسم أو في النحاس أو في الخشب أو في كل الأعمال اليدوية الخاصة بيهم أنا اللي بعمل سجاد يدوي وأصحابي طبعا شخانين طبعا بامبو طبعا فيه سجاد فيه سجاد هيري وفيه سجاد خط وخط الحافة الحلوة وأعمالي أخنية والليل كبيرة ومسل حمص أعملها النهاردة حب الحياتي والسر في سعاتي مهما الطريق بيطول ويلف لفاته الله يبارك له وطلع عيالنا للنور وشهر عيالنا والله ما كانش كان كل الأولاد دي ما بحدش بيشوفها ولا حد حاسس بيها هو الله يبارك له والله سيد الرئيس ما كناش متوقعين الحلوة دي كلها وربنا يبارك في القوات الجوية والقوات مسلحة ويجيش مصر قوي جدا وحياله وفخرين بجيشنا وفخرين إن احنا منتميين لمصر احتفال هام يحرص متحف القوات الجوية على تنظيمه في ديسمبر من كل عام بمشاركة نسوري وأبطال القوات الجوية وعدد من شركاء النجاح وأهالي ذوي الهمم تزامنا مع احتفال العالم بهذا اليوم العالمي الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 1992 للتوعية بحقوق ذوي الهمم ليتمتع أصحاب الهمم كل عام باهتمام الرئيس السيسي بأحلامهم وتحقيقها احتفال متحف القوات الجوية باليوم العالمي لأصحاب الهمم له طابع خاص لدى ذوي الهمم لارتباطهم وحبهم لمقتنيات هذا المتحف الذي يحقق لهم حالة من السعادة والبهجة بسبب تمكينهم من المشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة وتوفير كل سبل الدعم لهم خاصة في ظل الجمهورية الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري